على فكرة اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك يعني ده عادي جدا انك تروح تختار عريس بنتك بما انك انت مش فاضي والزمن اتغيره البنية ما شاء الله تلح لحو انت خطبي عادي حطت عينك كده على حتة حلوة جوازها حلوة بوم وناس كويسين ابني ناس وكده عطول فتحيف الموضوع ما تتكسفيش هو اللي مش هتجوز مش هتجوز ولا هتجوز هتجوز وممكن تكلميه وقولك انا موافق عايزكي بقى ايه تستموتي تستموتي وانت تقوليه бесلا ايه زوحل مش هيمش في مداره وحيسح الحياته هو مش كلين كانت لو ما تقدملكيش و kun play lo ان الارض بتقرب من الشمس هتحرق الكوكب هتقضي عالبشرية والانسانية لو ما تقدملكيش قوليه ان ابوكي هتطلع امك لو ما تقدملكيش وليله ان بص قوليه انك حامل لو ما تقدملكيش وليله عتفضاحي اخته وإنه تقوله إنه ماشي مع مية قال له ما تقدم لك إيش الكارب بيسيره الدنيا إنه يلاقي إنه ما فيش سبيل في الحياة غير إنه نتيجة تحت الضغط يجي قبل أبوك عشان تسكوتي بعد كده يكتب الكتابة عشان تسكوتي بعد كده يعمل دخل عشان تسكوتي وبعد كده يقضي حياته كلها معاكي ساكت عشان أنت تسكوتي أو يطلقك بعد شهرين برضو